شاهدين اتنى حلقة جديدة من برنامج شهر ببليون متذكر لما كنت صغير كنت روح نهار الجمعة بعد المدرسة لعن بي على الشغل على الساعة ثلاثة أقعد على الطاولة الكبيرة واستمع على صوته على أسير إزاعة صوتفان تجي ستة تقلة بالأرمنة وبدك تكون موزيام مثلها أي يا ستة برمية الأيام واليوم عم حاول هلا حدد هذه الإزاعة اللي تعودوا علي المستمعين هذه الإزاعة هو اللي بنفس الوقت الليل بيعرفوا إيمتها 25 سنة عم بتحاول ضيوف من كل المجالات كل يوم بيومه وتتبادل معهم وقفة وموقف أقل شي استضيفة لنحكي عن تجربة 25 سنة وعن تاريخ إزاعة بس كمان فرصة لإشكرا بإسم إدارة الإزاعة لعطاءاتها طوال هيدا السنين وإشكرا شخصيا لدعمها الدائم هي اللي كانت تدافع لإنتلاقتي وإنتلاقة برنامج الشباب اليوم هلا حدد أهلا سهلا فيك بشكرا كريس مرسي هلا أول مرة بعد أنا كانت سمعني أنت وصغير أهلا بالشغل وتفاجأت بتشبه كثير من طلاب زافريان وقتا كان في عندهم النشاط مؤخرا وقيت عم بقدم النشاط حول كرباخ والمنطقة كثار إجوا خبروني بكونوا رجعين بالمدرسة مع أحلهم بالسيارة وبيسمعوني بهيدا الوقت أنا كنت فكرة أنه الشباب ما بيسمعوني نشكر الله أنه في شباب بيسمعوا ما بعرف إذا غسبنا عنهم لأن أحلهم بيسمعوا أو بيستمتعوا أنهم يعرفوا مواضيع يمكن ما بتهمهم ما معنيين فيها بس أنه بتابعوا شكرا للشباب بالعكس يعني الجنجل بعدها نفسها وعن بعدها مسمعها وصوتك بعدها مسموع يعني صار لك بالإزاعة قد عمري على قد العمر كله العمر كله خبرنا شاكي بلش وشوارك الإزاعة كيف وصلت لإزاعة توضع أنا كنت بشتغل بالإعلام قبل يعني مش ما خبر القصة كتير من التفاصيل خمسة وعشرين سنة خمسة وعشرين سنة بجعب ذكر أنه أنا أخدي ميدالية ذهبية من تلفزيون لبنان نضموا برنامج ليلي اللي بناء عن فئة التقديم الله يرحموا أستاذ مكرم حنوش كان بالتسعينات تقريباً تسعة وتمينين تسعين وكان فيه لجنة حكم من عادي حكم يعني بكل معنى الكلمة الله يرحمون تقريباً أغلبهم غادروا رفيق إحبيقة أحسان صادق عزار حبيب اليس ناصر إليش ويري الله يطول بعمره باسمة بطولة السامة يعني ما كانت حينة توقف قدامهم وبتجربة أنك تقدم بدون أي خبرة يعني لا إزاعية ولا شيء عم تقدم شيء على التليفزيون أخذت الميدالية الذهبية ورح تضغري على راديو راما براديو راما صلي فرصة أنه أشتغل كتير أعداد برامج والآخر هي وبسبب الإقفال مع نشوف صور من أين نبشين هول كله لا شيء أشيلي زائع أحسان 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 ميلاد رزق ورودريك غسون عن جد أحسان 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 حتى أحسان 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 حسح أي على ق clear حسان وأحسان أحسان 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 بلشت أشتغل بالوقت الضايع ببرنامج اسمه مرحبا من لبنان لصالح قناة دبي الفضائية كأعداد وكمان مع أستاذ مكرم حنو شاء الله يرحمه بالوقت هيدا أخذت صودفان رخصة تصلت بجان قلت له ما بك أنت عملوا برنامج عربي بالإزاعة قالوا بلا بدفتر الشروط فيه جيت على الإزاعة وكان المدير فاروج ما بيعرفنا قال لي بس بدنا نعمل تس صغير كان استوديو هون وهونيك بدوني سجلوا للستوديو التجيل هيدا الاستوديو ما كان استوديو هوا كان استوديو تجيل كنت بدي جرب صوتي قال لي بس خريعا نسمع صوتك حكيت كلمتان ثلاثة قال فيك تبلشي بكرة قلت له سوري ما بنا نتفق على اسم البرنامج هويت البرنامج توقيت البرنامج ومن وقته صار اسمه كل يوم بيومه ومن وقته الساعة ثلاثة بعد الظهر ولكن تغير مضمونه يعني قبل 2005 كان مضمونه سقافة في فنة اجتماعي طبي إلى آخره بعد الآلفين وخمسة مع اللي صار الأحداث كله يعني راح إلى شئ سياسي ومن وقته صار خليط سياسي وغير سياسي أيضا انت نقايت اسم البرنامج كل يوم بيومه ودجينجل خبرين قصت لدجينجل بوقتها كنت عم فتش على الجينجل اكتشفت انه لا استاذ اليسر راحباني وانت ممنوع انك تستعمله بدون ما ترجع على القليلة تدفع حقوقه او تاخد ازم من صاحب الموسيقى انا كنت عم بسمع موسيقى اسمع 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 وبتصدق كنت لأول مرة عم بسمع الموسيقى هايدي اول مرة استوقفت قلت مش مستهلكة مش معروفة وغريبة يعني ما إلا هوية لا أجنبية لا عربية شي غريب يعني شي بيشبه الأخباري شي عن جد غريب اتصلت باستاذ اليسر راحباني قلت له استاذ اليسر القصة هاك 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 بدي منك قلي استعملي الموسيقى ولا يهمك ومن وقتها انا بستعمل هيدا شغيريك بيناس بيقولوا انه انت لما انك ارمانية جيت على ازاعة ارمانية انه مش على غير ازاعة لن ايت ازاعة تصدفان بوقتها هي فرصة ولا لا مش هي فرصة هي كان شو فيه متاح امامك انت كمؤسسات ازاعية انا بحب الازاعة وكانت عم اشتغل تليفزيون بوقتها بس بدي ازاعة بعتبر انا بعبر عن نفسي بالازاعة لانه اخدت بوقتها رخصة تصلت انا متل ما قلتلك بجان وقال لي ارتاعي وبلش هي حسب القانون انه ما كان شي فرق بين ازاعة ارمانية او غير ارمانية مهم انت وشطرتك كيف بتثبت حالك ايه ما غير شي كيف ما تعلمت ارمانية ايه كسلانة 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 شفت ليه؟ كلها الزملاء بيحكوا ارمانية شفت؟ اولا حدا قال لي قعدة وتعلمة كلنا بيحكوا بيحكوا علي شفت لي لا 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 بعد خمسة عشرين سنة بعد الخبرة شو الاهم برأيك؟ الموضوع او اسم الدافة الموضوع بعد هذه الخبرة حتى بالبدايات؟ لا بالبدايات بتكون انت عم تفتش على الاسم وكلما جبت اسم مثلا الراغب علامي مش موجود هون وقل الكفوري كم وقل الكفوري مش موجود هون عصي حلاني مش موجود هون نوال الزغبة مش موجودة الله يرحمه اوكي كل يعني بسير انت عم تفتش على الاسم انك تجيبه خاصة عن شو عامل هيدا الاسم يعني مثلا بسم مغنية بكون عامل شي مهم وانا جبته تايحكي عن المسلسل مين هيدا؟ همي كلاب مستألة فكرت حالي غلطانة ديليان نمر تيزا قوم مش معقول نكت شو مبسوطين كيف نبشت هلأ السؤال أنا كيف نبشت هيدا الأرشيف الصور طلبت الأرشيف كان موجود يعني موجود كنت فكر انه نصوروا ما ينحفظوا نعم الجونة هيدا غسانة رحبانك نعم بالبدايات يعني بتنبش على الاسم نعم وبعدين بتصير على خبرة تتركزوا أكتر عن موضية لا أول شي بالبدايات بدك تشوف شو عامل يعني الاسم يعني عنده مسرحية عنده مسلسل يعني ما هو لأنه اسمه البرنامج كل يوم بيوم شو في حدث يومي أسبوعي انت بدك تنقشوا وبعد ما تاخد موافقة الاسم بدك تشتغل على الاعداد لأنه كثير ضرورة تشتغل على الاعداد إنك العمل اللي عم بيعملوا تقرأ عنه تتابعوا تعرف كثير الكواليس مثلا إذا إذا مسرحية تحضرية أباني طبعا لأنه بدك تسأل شي عن عن ميشيل الألفتر يالس وقت كان امبراطا إنه هولي كثير ضروري تكون إنك أنت معاد بقدر ما أنت مقدم لأنه الاعداد هو الأساس ما فيك تطلع تعمل موضوع يمكن اليوم بالخبرة بصير عندك أسهل الأعداد لأنه بتستمبط أشياء عندك تعرفة بس بالبداية تلع بدك تعمل أعداد قديش صعب على مدار 25 سنة إنك تلاقي كل يوم كل يوم كل يوم ضاف وموضوع ضاف وموضوع يعني عم نحكي أكتر من 6600 حلقة يعني مش سهل بس مش صعب كتير لأنه بعدنا عم تتابع حدث اليوم يعني مثلاً حلق بهاي الفترة هيدا الأسبوع ما كان عندي ضيف مش سياسي لأنه من النهار الأحد وتسار الرد على حزب الله على إسرائيل أنت بدك تواكب الحدث بإطاره السياسي فبتلاقي ضيف تحكي عن الحدث اللي هو فارد حاله بس إنك تلاقي ضيف كل يوم وموضوع كل يوم أو ساعة بيت الضيف مثلاً آخر تك اللي هي شو بتعملي؟ تليفون تعمل حلقة بديلة تليفون أو إذا عندك حلقة مسجلة لأنه في أوقات تعمل حلقات مسجلة ضيف بيكون مسافر ضيف بيكون موضوع ما بينحرق إذا ما مرأ دغري على الهواء بتعمل هيدا مثل ما بقوله الأحتياط خبي مقابلتك البيضة لأيومك الأسود في داف بتقول أو شخص بتقولي عبالي استضيفه أو يارات استضافته لعنبطر موشوت معنا أي أكيد مين؟ ما في حدا براسي معين هلأ بس في مثلا غازي أهواجي فنان لبناني معروف مفكر كنت وتتوفى كنت أتصل فيه دايماً ولا مرة زبطت أن أعمل معه وتتوفى كثير هيك زعلت أنه ما عملت معه مقابلة مظبوط أنه الموزيع والإعلامة بيكون متمكن أكتر بس يبلش من الإذاعة من الرادية طبعاً الإذاعة هي الاختبار أنا اشتغلت حتى تقديم برامج بالتليفزيون صدقني السؤال اللي بتسأله بالإذاعة ما بتسأله بالتليفزيون عملت برنامج 52 حلقة أعداد تقديمي على تليفزيون مريم تيفي كان اسمه أبواب مغلقة عن المشاكل الزوجية صدقني السؤال بعمقه بسياغته بحرافيته ما بتسأله ذات الشي بالتليفزيون بالتليفزيون بده يكون بسيط أكتر بالإذاعة في شيك يعني بسمح لحال أقول تفلسف بالسؤال شيك تتفلسف بالسؤال ليه بس؟ ما بعرف كأنه صار عندي سألة الناس اللي بتسمعني بتفهمني وصار عندي سألة انه الناس اللي بتسمعني بتفهم علي عالطاير بالتليفزيون لأ بدك تخاطب جمهوري جديد يعني بدك تبسط الأمور أكتر بكل بساطة هيك بتخاف من الميكرو أو هذا؟ طبعا بعدني لحد هلأ بعد 25 سنة بمكان واحد كل ما بفوت أول شي تستجمع أفكارك أنا أنت قبل ما تطلع على الهواء تكون في عندك كتير أفكار بدك تحكي عنها تستجمع أفكارك وخاصة كنت أعمل المقدمات شوي طويلة مكتوبة صار فيه شوية تنقد أنه بتقري كتير بالمقدمة وخاصة وقت أبلشنا نطلع على التليفزيون بدك تطلع بالكاميرا أو بدك تطلع بالضيف هلأ صارت تستجمع أفكارك وتقدم الضيف بدك تكون حاضر أي بعدني لحد هلأ قبل كم ثانية من الوقت يطلع على الجنريك بحس أنه هلأ وقت الجد بس بخافك الميكروي أنه يطلع أقصص عم تحكيهون وما كما تكونوا من تباعة سلام لا أعرف، تشعر حالي؟ نعم، مرة صارت لم تكن دمت أنه بيتم الإعلام المستمع وليس لم تقلت على الإعلام المستمع بالعكس شيء يشبهني وشيء أنا دائما بقول هو علاج نفس الإعلام إذا أنت بتحب الإعلام، هو علاج نفسي عجل في الإعلام لأنه كل يوم أنا فرغ يعني، بتعمل مخزونة، بتقرع، بتتابع، كل شيء أنت قبل 24 ساعة عم بتجمع صور و أفكار و أخبار لأنك أنت عم بتجمعهم هولي وعند تأتي هذه الساعة، أنت عم بتفرغهم يعني أنت عملت علاج نفسي فرغت كل المضمونة اللي عندك و بدك ترجع تخزم مضمونة جديدة بس ما حبيتها ولا مرة أنك تروحها على التيفي راحت راحت فترة صغيرة فترة صغيرة ثاني شيء يمكن مواصفات المطلوبة بالتلفزيون مش موجودة فيها شكلية نا يا عمر بالعكس نا بيمكن بحب المضمون أهم بحب الشقر أكتر اليوم بحب التنفيخ أكتر معنا خلينا نقول الشيء مثل ما هي أنا سمعتم من كثير أنه نوعية الأسئلة اللي بتسأليها ما بيحملوها بالتلفزيون أنا سمعتم من أحد رواد صناعة التلفزيون أنت السؤال اللي بتصغيه هون ما بيحملوه وقالله يعني بتذكرها المخرج ميلاد الهاشم قال لي إيها مرة قال لي أنا مارئ بمقابلات كثير بس نوعية الأسئلة اللي بتنسأل ما بتنسأل إلا عنديك وما بتنسأل على التلفزيون في ديوف تفاجأت فيها سلبيا من أي ناحية يعني كنت أخذ صورة عنها إيجابية وبسجوا أكيد في ديوف بتفكرهم متوضعين أكتر بيطلعوا شوية الخاسة كبرانة برأسهم في ديوف بتكون متوهم كيف بدك تتعاطى معهم بتلاقي بالعكس كثير متوضعين وبيسهلو لك الأمور الضيف متل كل إنسان كاركتاره إذا هو شخصيته متوضع بيعكس هيدا الشيء وإذا هو متعب عن جد متعب في ديوف بتعبوك تتضبط موعد معهم في ديوف بتعبوك من الأسئلة في ديوف تيوصلوا وتأخذ هيك معهم شوية وجه محسب على فكرة بستمعون للمستمعين أنت معروفة أنه بتخلي الداف يجي قبل بوقت أنا بقول له الساعة ثلاثة المقابلة وثلاثة إلى ربع ما نشرب قهوة سوا هيك بحر ستعوضوا على بعض أكتر حتى بحب فوت على الستوديو مرتاحين أكتر قبل بعشد آية لأنه الجو العام اللي بتاخدو الأمبيانس اللي والضيف كتير مهم أنت موضوعية خلنا نقول بحواراتك يعني بتذكر أنه ما فينا نعرف أي جهة بس مثل ما قلت بمؤيبة ليه عندك أسلامات معينة بالرغم من هيدا كله في ناس بعض يتهموك أنك مقربة يمكن من الطيار الوطني الحور بمحل المحلات أو من حزب الله أي ومرة قالوا عني بعسية ومرة قالوا عني أومية ومرة كل مرة كله حسب حسب الضيف أنا أقولي مش تهمة إذا كانت مش تهمة لألي أو لأي إنسان إن كان بأي حزب لأنه أي حزب بيملك أفكار وبيملك منطلقات مش تهمة إذا تهموني إذا أنا هيدا مش تهمة أول شيء ما بعتبر أتهمة إنه إذا تهموني طيار أو حزب بس أنا بقول لأنه متهمة أكتر بالطيار رح جاوب على هيدا النقطة بالتحديد أنا بعتبر الطيار الوطني الحر هو بيشبه هالا حداد ليش هالا حباد تشبه الطيار الوطني الحر ورح أعطي أمثلة طيار الوطني الحر بالألفان وخمسة يعني كان بمحل ثاني يعني كنت أنا أقرب لأفكار ثماني أدار وكان هو بالشارع مع أربعة عشر أدار فما كنت أنا بالطيار الوطني الحر طيار الوطني الحر إجا لعندي وقت عمل اتفاق مرم خايل هيدا نموذج بس على الجواب بس بعتبر حالي أنا مني طيار وما بعتبر حالي ولا أي حزب بس أنا كل الأحزاب اللبنانية لأنه تليش؟ أوقات بتقاطع مع فكرة أي حزب بلحظة ما وبختلف معها بأي لحظة ما أنا مثلا كنت ضد الرئيس ميقاتي بكتير من المواضيع الداخلية والدبلوماسية والسياسية بس وقتها طلعوا وحكي عن المقاومة أنه عم يحميلها ظهرة أنا صرت يعني ما في مقدر للرئيس ميقاتي بهيدا الموقف بس عندي بإدارة البلاد الكثير من المواقف ضده بإدارة الحكومة خارج إطار وجود رئيس جمهورية عندي ملاحظات من هون لمحل ما بدك أنا بقول على القطعة أنا مع كل طرف على القطعة لا في حدا قصلا ما عنده رأيه يعني كل إعلامين بحل حالة ما نحن ناس كمان عم رأيه السياسة لا بس في صعب وهيدا الشي ما عملته أنك كون عندك رأيه وصير بوء لهيدا الطرف أكيد يعني ما في حدا يجي إلي أنه أنا بوء لحدا وأكبر برهان من شهر لليوم مرأ عندي أطراف من الطيار كنت عم بحججهم اللي عم بسير بالداخل الطيار من وجهة نظر الخائبين بش من وجهة نظر يلي هن الطيار وهيدا أكبر برهان في هالخمسة عشرين سنة أجمل لحظة إزاعية مسيرتي في لحظات عدد إزاعي في لحظات لقائي الأول مع ميشيل عون كالجنرال عائد من المنفى كانت بلحظة سياسية دقيقة نحن رايحين على انتخابات نيابية وأنا بدي أعمل مقابلة مع الجنرال عون وكان مش معلن التحالف بين الجنرال عون وبين التاشناك بسأل بطريقة عفوية شو رح يكون موقفك بقول لو ما تحلفنا معهم ما رح يكون أقطع الطريق أمام حضورهم السياسية كانت لحظة سكوب بوقتها لقائي مع زيادة الرحباني بعد غيابة كثير طويل كان غايب عن الإعلام وقتها كانت بلقاء مع إزاعة سودفان كمان ما بنسى قداش جابت نسبة متابعة خارج لبنان لمقابلة بتذكر أول مرة تعرفت على الجمهور الأردنية كانت بهيد المقابلة لأن كان فيه متابعة كثيرة من المقابلات قال لي يرحموا أنيس النقاش عملت معه مقابلة كان خارج الأراضي اللبنانية كان بتهران وكانت أزمة كرباخ الأولى بسنة الألفان وعشرين زماني ألفان وعشرين أول مرة بسألوا أنا سؤال ما بنسى وبتمنى ينشل من الأرشيف وينحط شو كان جوابه قلت له في شي اسمه لعنة التاريخ وفي اسمه القانون الدولي أو الحق القانوني بيعمل مطالعة عن كرباخ مبين الحق التاريخي ومبين الحق الدولي من أجمل المطالعات يلي سمعتها بحياتي في كتير لحظات هلأ أستذكر هول البعض اللحظات أجمل كلمة سمعتها بمسيرتي صادق فعلا عن جد لأنه الناس ما فيك تكذب عليهم يمكن فيك تكذب عليهم يوم يومين ثلاثة بس وقتها ناس بتبعوك أنا دايما بقول رغم الثورة اللي صارت على المنصات اليوم وحضرنا نحن على الفيسبوك وحضرنا على اليوتيوب وحضرنا على المنصات الكلة بس ما بنسى أنه فيه مستمع بيستمعني اليوم وهول أجيالهم فوق الخمسين وهول ما بيعرفوا الكذب وتتلاقى فيهم ويقولوا لك أنت صادقة وبعدك صادقة من وقت اللي عرفناك اليوم كتير بيعني لها هل أصعب فترة غطيتها بما سيرتك كمرحلة سياسية؟ يمكن انتخابات 2009 ماذا؟ 2008-2009 أفتكر هاي 2009 ما كان عندي بتقول الأشياء لأول مرة أوقات بيكون حتى إدارة الإزاعة ما كتير عنده وضوح سياسي بوقتها ما كان عندي وضوح سياسي لأنه ما كان عندي رؤية بإدارة الإزاعة تقلي بهايد المرحلة شو بدي أعمل كنت بحالة ضيعة هاي بأولى لو بتقدر تغيري شغلة واحدة بمسيرتك شو بتقول ماشي ما في شي خطر عبالي أنه غير يعني يمكن عملت إشياء مقتنع فيها بس كلهم عملوا تراكم تعملوا هلا حدد اليوم يعني حتى وقتك كنت اكتب أبراج وزيع أبراج وقتك عمل مقابلات مع مبتدئين كلهم نهولة عملوا تراكم تعملوا اليوم هلا حدد حكيت عن مقابلة مع مبتدئين في كتير عالم حتى حتقولي لأ وهلأ بس في كتير عالم طلعوا معك بأول مقابلة ورجعوا لما عبره صح أدايا هذا الشيك شعور حلو أنه انطلقوا حتى لو هنه ممكن مرأ ما بيعترفوا بس لألك أدايا هذا شعور ما حاول اكتفاء ازاته بس أنه حس هذا الشعور لا شريك أنت شريك بانطلاء يعني بتكون بأحد الوجوه اللي مرأوا هون بالصور ما رح أذكر الاسم بس في أحدهم كان نائب كان لأول مرة عم يعمل نائب بتذكر أحد زملائه بالليحة طلب مني أعمل معه مقابلة وخبرني عنه قديش هو ناجح بالحياة وقديش 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 وكانت أول مقابلة لأله بتذكر يوم متى كنت عم بعمل مقابلة معه عم بيكدوا العراق عم يبلع ريقه عم بيتلعسم واليوم إذا بتقعد معه هو صار نائب سابق هو هلا وتتقعد معه متكلم متحدث معبر عنده تصير تقول كيف بيتغير تتغير الأمور تعطي أسئلتك إذا طلب؟ في مرة شخص طلب مني وعلمني درس في شخص طلب مني أعطي الأسئلة وقت أجرت معه المقابلة كان جاي بالأجوبة مكتوبة أسأل السؤال يجاوبني مكتوب المقابلة التي كانت ساعة صارت عشرين دقيقة أنا أنهيت المقابلة بعد عشرين دقيقة لأنه لم أكن أستطيع أن أسألوا خارج إطار الأجوبة الكتبة وإذا سألتم بفوته بالحيط وأنا بفوت بالحيط فقررت أن أختم المقابلة على عشرين دقيقة مقابلة على عشرين دقيقة مقابلة على عشرين دقيقة لأن هذا الدعم هو جزء من مسيرتي كمانا حسنت إذا أنت تخبر تخبر القصة مش ما تكون هيك مبهما بانتخابات النيابية بالألفان واثنين وعشرين كان عم يشتغلك رس بالمكتب الأعلامي بحزب التشنك وكان فيه تعاون بيني وبينه بهيدا الموضوع قلت أنا لازم نعمل فكرة جديدة بس شو فيه غير صوتي بهالإزاءة قلت لجرب صوتك بتذكر قلت لك جرب صوتك واخترعنا شي اسمه المشهد الانتخابي نشرة يومية بيحكي عن المشهد الانتخابي بكل تفاصيله شو صاره إلى آخر بعدين كريس بده يسافر ويتخصص ووقتها اجاب صيفية الماضي ليش هاي الصيفية ليش ما بتعمل شي بالإزاءة؟ أنا اللي قلت لك وقلت لك الفكرة جاهزة شباب اليوم والدت الفكرة والاسم خبر عن تجربتك انه وقت حدا يعطيك فرصة هيك انت شو بتشعر كريس عن جد انه وعادة حدم بقلك انه ليش بتشجع الشباب أنا بقول لانه لو نحنا انجد بدنا نعيش مليون سنة واحد بضل قاعد بس لازم يكون في حدا تاني شي انا دايما بقول فيه ناس وقفوا بطريقة وناس قطعوا لي الطريق وناس فركشوني بس فيه ناس كتير ساعدوني كتير ناس عطوني فرصة مش هيك انا بكون مش العسرة بحياة الاشخاص اللي بتلاقي فيهون لازم يكون انا الفرصة يلي بساعدهم فيها اذا بدي احكي عن تجربة الخاصة هي انا بشوف الاعلام فرصة يعني اذا اجيتك الفرصة خلص بتبلش المسيرة وانا بشوف انه انت عطيتنا الفرصة بمحل محملاتي اكيد اكيد الازاع لانو كان فيه يقولك تاعيك وهن ما يقبلو اكيد الازاع كمان ما مننسى دورة بهالموضوع لانو هلأ هم نحكي عنيك والدعم هيدا اللي عتيتي انا اول اول مرة طلعت فيها مش ماني نفس الشخص اللي هم طلع حنكة اعداد الحلقة بصير مختلفة تحضير الاسئلة قبل كانوا الاسئلة بصير مكتوبة بترحون و بتخلص الحلقة هلأ صرت انا فبس هيدا ركت عم قوله انه بحس اوقات انه دعمك للشباب بمسيرتهم بتعملهم جزء من مسيرتك يعني قد ما بتساعدهم بتحسينه انه هولي لأ جزء من مشروعك كمان يعني مش غلط مش غلط لانه واتا انا اتبنى الشغلة لازم اتبنيها على الاخر ما بتبنيها جزء اي و جزء لا و متردد اي او لا لازم اتبنى الفكرة على الاخر و انا قلتلك جملة و برجع بقلك ايها قلتلك ايها تحت الهواء اليوم انت عم تتخصص محامات بس اذا عقلك و قلبك عند الاعلام ما تضيع فرصة لانه رح خبر شغلة اذا ما بتشتغل الشغلة بشغف وبحب ما بتنجح ما بتكون مبسوط مشان تشتغلوا وللشباب كلهم بقلنوا ذات الشيء اكيد بتفكروا شو بتطلع مصاري اليوم اكيدوا بتفكروا بفرص العمل عملوا اختصاصات بس عملوا شي بيشبهكم بالاختصاص اللي عم تعملوا تتكونوا مبسوطين الا هيك ما رح تنبسطوا ما رح تنبسطوا فيه ينجح الواحد بكتير من الاختصاص بتشوف فيه ناس بعد ثلاثين سنة اربعين سنة بيجعوا يعملوا الشيء اللي بيحبوه مضوط بعد خمسة و عشرين سنة ازياد صدفان بكلمة بيتي 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 الثاني هالقد مرأ معيك مدرأ طبعا على قليل الشيء سبتة و سبع مدرأ و زملاء و زملاء اجوا و راحوا سبع بيخونسة و عشرين سنة اي بفتكر سبع مدرأ و زملاء و مش كلهم تتفق معهم ليش حتى ما بتتفق معهم بس ما نهاينا يعني انك تخصيها ببيت بيتي مثل بيتي ليش اخوتي كلنا دايما اوقات منتشارع الاخوة نحن مين قال ما منتشارع بكل بيت فينا منتشارع ولو كلنا منشبه بعضنا و منفكر بذات الطريقة كان العالم مختلف عن ما هو علي اليوم لازم يكون في اختلاف بالشغل و يكون اختلاف بالقراء و بالزوء و يكون اختلاف بكل شيء تاني لانه الاختلاف غنى بس الخلاف مشكلة بعد خمسة و عشرين سنة هتكافى بنفس الشيء او تفتكر انه وصلت للمحال بديك شيء جديد؟ ما بعرف انا دايما عندي فرص يعني اليوم مثلا حالفترة الاخيرة كان عندي فرصة بمجلة تحولات مجلة متخصصة بتعمل ملفات كبيرة عبر ملتقى المشرق لانه انا ناشطة بملتقى المشرق و الله يرحموا كامل المؤسسين جوج القروم خسرناه مؤخرا قرروا يعملوا عدد مشترك بين تحولات وبين ملتقى المشرق كان عندي فرصة انه يكون عم بشرف على عدد بالاعلام المكتوب كان ليصلي زمان 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 كتير ما اشتغلت بالاعلام المكتوب صدر مؤخرا انه موجود بكل مكتبات انتوان بتمنى يقروا ويعطوني رأيهم تعاونت مع الكتاب محترفين اختصاصيين باعتصين تعاوننا تكون عدد مشوخ كتيب بكل معنى الكلمة بمعنى او اخر وفي فرصة جديدة كمان البعد الخامس مجلة ثقافية صدرت الكترونية ورح تصدر وراقيا بأول الشهر والاطلاقة رح تكون نهار الجمعة المقبل نهار الجمعة مع عبد الحليم حمود وايضا شادي منصور انا من هيئة التحرير طبعا يعني دايما عندي يعني ولا مرة كانت تجربتي سنة الماضي مع بورسة لبانون اعلام الكترونية ولا مرة كان عندي شي تجدد ولا مرة حسيت انه واقف الزمن عندي الازاعة هو شئ منه تعبيري نفسي لكن الفرص بالمحلات التانية عم تجيني وعندي كمان بدي اقول انه الفرصة الاكبر اللي عم فرغ فيها الافكار اللي عندي هي موقع او منصات حرف عربي بلاس بدي واجه تحيي لحنان فضل الله ولا جارو يلي من لا شيء عملنا شيء وكل شي بيخطر عبالي يمكن اقوله ويمكن ضوابط الازاعة ما بتسمح لي اقوله عم بقوله بغير محل ولا مرة حسيت حالي انه ما عندي فرصة جديدة ما عم جدد بالاعلام وربما اجمل شي بالاعلام انك ما بتعيش شوتين ما بتعيش شيء يومي مملء او شياني كل يوم عندك شي جديد فيه ضوابط بالازاعة طبعا نحنا تحت قانون الاعلام سقف قانون الاعلام تحت دفتر شروط سقف دفتر شروط فيه اشياء كمان خاصة بالازاعة بهوية الازاعة الارمانية اللبنانية اكيد هيدا الدوابط بحترمة وانا تحت سقفة لكن بمسافة من الحريات الكبيرة الكبيرة كتير انا بأكد انه الحرية الموجودة بسودفان مش موجودة بغير محل فعلا بهال 25 سنة انت بتتنفس من الميكرو فيه فترة قطعت صار معيك شي بأربعة اه ما بدنا تذكر تفاصيله وقفت عن الهوى لفترة معينة مش كتير كانت مش كتير لانه لانه بوقتها لانه الصدمة والوجع والحادث والاصابة ما بخلوك تفكر كتير بس بتذكر انا بعد اسبوع ما طلعت من المستشفى اه نعمل معي كتير مقابلات يعني اذا عين نعمل معي قد ما بدك مقابلات اه ووقتها شفت انه عدت على الازاعة رح تكون صعبة اه بشكل او باخر قريبة اتفقت مع مسيو فيكان وكده عم سجل انا وبالجبل وبطريقة تقنية بداية شو بدي اقول لك شي مضحك كده عم سجل مقابلات معك كتير كتير انا بوجه تحية لريكاردو كارم مثلا قبل يعمل معي مقابلة على التليفون انا اتصل فيه وكتير كتير اه ليلة اولى دكتور محمد محمد نور الدين وغيرهم وغيرهم قبلوا معي يعملوا مقابلات على التليفون اه سجل المقابلات وابعتهم على الازاعة يعني انه اه الشغلة ووقت عملت كورونا ظهرت من الاصابة جيت اول يوم جيت فيها الازاعة الثاني يوم منصبت كورونا كمان عملت مقابلات عبر الازاعة انه ما بعرف هيكت بتنفس اعلامة من المفلوع يعني مراحل كتير قطعت فيها مثل مراحل بلد قطعت بي مراحل ازاعة كأنه هيك يوميات حياتك كل يوم يومه انا بدي اتشكر كتير عن حلقة انا بدي اتشكرك فتحت لي هيك مازال نشت ذكرتي شكرا للأرشيح اللي تعطي كتير هذا جزء مني ايه وبتمنى رح أعطيك مشروع على الهواء رح أعطيك مشروع على الهواء بتمنى هالمقابلات القيمة اللي صارت بالازاعة تصير مقابلات مكتوبة لأنه في مراحل عن جد تستحق وبدو حدا يعني يتفرغنا شوي ويعطيها وقت بالبحث والتدقيق والتفريغ والصياغة بتمنى إذا عندك وقت يوما ما يكون هيدا المشروع إنه كتاب عن سودفان يعني كل يوم بيومه عبر سودفان كيف نبدأ من برنامج؟ كما 25 سنة من عملهم بكتاب مش غلط أنا بدي أشكرك بدي تسمح لي أقولك بعرف أنك راجع على الاغتراب وراجع بعد موسم عملته من شباب اليوم كتير حلو الموسم الأول كانت هويته مختلفة أعضايا شبابية بيترحوا اختصاصيين هالمرة راحت إلى شباب تطرح معهم الأعضايا الشبابية يعني مختلفين كل موسم كان مختلف وبتمنى الموسم الثالث كون كمان مختلف أكتر وأكتر بدي أقول الشباب كتير عم بقدموا شي ملفت اليوم رغم أنه المنصات الإلكترونية عندها عندنا بعض الانتعادات عليها بس في فرص كتير للشباب بتمنى بإخترابك ما تغيب عن الإزاعة ويكون عندك هيك فرصة أنه تعمل شي مشترك بين الإزاعة وبين الإمكانيات الموجودة عندك تقنياً وفكرياً تكون موجودة أنا بدي أقول الإزاعة يمكن ما بتقدم شهرة كتير كبيرة بس بتقدم خبرة خبرة ومتل ما بقولوا اكتفاء ذاتي بتمنى للشباب يلي عم يطلعوا على المنصات يكون عندهم هذا الاكتفاء الذاتي ويعملوا شيء من التواضع يعني هايدي اليوم كل واحد بجمع له عشر تلاف متابع وخمس ملايين متابع وإلى آخره هايدي ما بتعني انه انت متلكت العالم وسيطرت على العالم وانه المحتوى تبغولك محتوى جيد لأن المحتوى الجيد هو المحتوى يلي انت له قيمة بتقدمه مشان هيك عم بقول للشباب عبر برنامج شباب اليوم شكرا لعلك على الكريم بالتوفيق كريس شكرا شكرا نتاليا أنا نشكر نتاليا على الموسم وبدأش كل مستمعين ومشاهدين على الموسم حلو نلتقى إن شاء الله بهم شريعتين شكرا للكم شكرا